ويرجعنا مع حضراتكم قبل الفاصل عملنا الكحك بطريقة سهلة ومبسطة عملناها بكيلو من الدقيق على نص كيلو من السمنة على معلقتين من السمسم على ربع معلقة من الخميرة ربع معلقة من البيكن بودر على حوالي ربع كوباية من الحليب بعد كده نرجع للغرية بتاعتنا بعد ما شكلناه دخلنا الفرن درجة حرارة 180 تلت ساعة أو على حسب درجة حرارة الفرن تحت حضراتكم على حسب ما ياخد اللون الدهب المصبوط 100% بعد كده يلا نعمل الغريبة الغريبة كالمعتاد حاجة نعمة ودايبة ويبقى جميلة جدا طعمة لزيز المعتاد بتاعها ان يكون كباية من الدقيق كباية من الدقيق كباية من السمن ربع كباية من السكر كباية من الدقيق كباية من السمن أي سمن عادي بس يكون سمن يكون مجمد ويكون الأفضل أو زبدة بيكون أحسن أول حاجة ضفت الربع كيلو من الزبدة وحطيت السكر بتاعنا بعد كده هقلب هضربها بالمضرب ممكن عاجينها في المضرب على طول باستمرار عادي كله مع بعض دي ما فيش مشاكل مضرب المكس لو ما فيش مضرب ويتأمل يدوي برضو ما فيش مشاكل نضرب السمنة بأدينا مع السمنة مع السكر الاول بعد كده بننزل بدي ايه تدريجيا شوية شوية في نفس المعيار اهو بنفس الطريقة كبايتين من الدقيق كباية من الزبدة نقص كباية من السكر واقلب واحد عدد من البيضة البيضة اختياري ممكن نضيفها وممكن ما نضيفهاش اخذ القوام الكريمي عشان تطلع معايا نعمة ودايبة يا غريبة تشكيلات الايه تشكيلات جميلة كل سنة ومطيبين حاجات بيبقى بتفرح الكبار والصغار وزي ما قلت لحضراتكم اجمل حاجة ان احنا نعمل كميات بسيطة من كل حاجة من كل حاجة ناخد تشكيلات كويسة وكتير يبقى عندنا بعد كده هضيف البيضة زي ما قلت لحضراتكم بيكون اختياري هتعمل تركة وتستحلو جدا بعد كده بعد ما ضيفنا الزبدة وضيفنا السكر وضيفنا البيضة بالفانيليا بعد كده هننزل واخدت القوام الكريمي زي ما انتم شايفين اهو خدنا القوام الكريمي هننزل تدريجيا بالدقيق مش هننزل الديق مرة واحدة عشان زي ما قلت لحضراتكم الاول ان الديق بيكون لازم يكون ديق متعدد لاستخدام او يكون ديق كحك وبسكوت هننزل بيه شوية شوية ومياس السلام عليكم اهل الاصوان مرحبا شكرا لاتصالك يا سيتو كله وعاود معانا هنزل شوية واقلب الدقيق مع الزبدة والسكر بعد كده انزل تاني شوية من الدقيق بسم الله تدريجيا حاجات بسيطة ما بتاخدش مجهود ولا بتاخد تكاليف كل الحاجات بتاعتنا بيكون سهلة وموجودة في كل بيت بنقدر نعملها بكل بساطة او بكل سهولة زي ما بقولوا ومش مكلفة وفي النظافة طبعا تحت ايديكم انزل شوية كمان لازم احصل على القوام يكون قوام ولا يكون حاجة كتير قوي متماسك قوي ولا يكون لين خالص زي ما احنا كده شايفين اهو كده يبقى احنا حطينا او ضفنا على المعيار بتاعنا كوب بيتين من الدقيق كوباية من كوباية من الزبدة نص كوباية من السكر وقلب تقليبها كويسة انزل بالزبدة مع السكر الاول اضرب اخذ القوام الكريمي بعد كده بنزل بالدقيق شوية شوية حاجة بسيطة بعد كده بضيف اقل من رش حاجة بسيطة من البيكن بودر في الاخر خالص واقلبها عشان تطلع معايا هشة وجميلة ونعمة وقوية وكلها حنية الغريبة عم وليد كلب زد النهار ده كلها مخشوشة اه قالوا السلام عليكم استاذ فريدة قالوا السلام عليكم قالوا السلام عليكم استاذ فريدة ايوة امرين استكلم وعليكم السلام ممكن حرزك تقول لي بس للكحك تاني اينينا حضر تحت تاني وتالت ورابع اينينا احنا جايين النهار ده للتعليم حضراتكم مش للسرعة والحاجة براحقكم خالص خالص اينينا تحت عمرك كل سنة وانت طيبة تحت عمرك بعد كده نعمل الغريبة ايه للكحك بتاعنا انزل المقدير بتاعه واد الغريبة الجميلة هسيت الكل نبصة حاجة بصيتها خالص ويكون العجينة ما تشققش مني نص كيلو من الدقيق يعمل لي اكتر كمية والمقدير الكحك كيلو من الدقيق على نص كيلو من السن السايح نص كيلو اديه الاول بضيف عليه ربع معلقة من البيكينبودر معلقة من الخميرة الفورية معلقتين من السمسم ربع معلقة من المحلب او ريحة الكحك الموجودة عند العطار ريحة الكحك بعد كده بقلبهم كلهم مع بعضيهم بعدين اضيف معلقتين سكر وربع كباية من الحليب بيكون حليب دافي بيكون أفضل عشان نمشي معي على طول بعد كده بقلب مع السمن بعد ما قلب السمن مع الديء كويس جدا أنزل بالحليب تدريجيا لحد ما ياخد القوام ما يكونش متماسك قوي ولا يكون لين قوي واسيبه حوالي خمس دقايق بعد كده أقطعه على حسب التشكيلات اللي انتوا عايزينينا صغير كبير بالحشوة الملبن ملبن من قرفة والجنزبيل والسمسم ومعلقة من الزبدة والبلح نفس التكرار ضفت عليه معلقة من الزبدة ومعلقتين من السمسم وضفت عليه الجنزبيل والقرفة حاجات صحية جدا وبيبقى طعمها بيبقى مقبول وطعمها لذيذ في نفس التوقيد الصحة رأسنا على تاج على رؤوس الأصحاء فلازم بقدر إمكان أن احنا ما نكطرش في الحاجات بتاعتنا زي ما قلت لحضراتكم ويكون الحاجة مظبوطة 100% هتطلع معاكم إن شاء الله تمام وقال فانا وشفة ليكم وقاد الغريبة عملناها ضفنا كباية من الزبدة على نص كباية من السكر ضربناها بالمضرب مفيش عند حضرتك مضرب تضربيها بيديك شوية لحد ما أاخد القوام الكريمي لازم يكون في الرياضة بعد كده بننزل بالدقيق تدريجيا شوية شوية وقبل ما أنزل بالدقيق بنزل بواحد عدد من البيضة بعد كده بنزل بالدقيق بعد ما بنزل بالدقيق والكحك بتاعنا طلع أهو حاجة ألف أنا وشفة بالريحة نجيب آخر الشارع بسم الله الجمال كله والدلع في الصحة والجمال حاجات الجميلة بالملبن بسم الله ونضيف عليه السكر زي ما احنا عايزين الفرن مية وتمانين ندخل عشان ندخل بالغريبة التانية نفس التكرار طلع درجة حرارة مية وتمانين ما فيش درجة حرارة بحطها في نص الفرن لحد ما بحصل على اللون الدهبي بعد كده بقى تحب تضيفوا عليه السكر ماشي تسيبوه سيزة رؤية سلام عليكم ألو ألو سلام عليكم أنا كنت عايزة يشيب تلويتك بسكوت عينينا عايزة بسكوتة النشادر حاضر هنعمل له الحلقة الجيئة بس إن شاء الله أقول لك على الطلاب بتاعته على طول حالة شكرا لاتصالك شكرا هقول لك عليه حاضر كيلو الدقيق بياخد حوالي ستمائة وخمسين جرام من الزبدة بجيب القلب الزبدة كامل أقسمه تلاتة أقسمه على تلاتة بأخد التلتين ما أضيف عليه كبية وربع من السكر وأضرب كويس جدا بعد كده بنزل بأربع بيضات أو خمس بيضات البيض المزارع غير البيض البلدي البيض البلدي بياخد حوالي سبعة البيض المزارع بياخد خمسة بنزل بيضة بيضة وأقلب على طول أو أضرب على طول بإيدي أو بالمضرب بعد كده بعد ما أعملها بنزل بمعلاقة من النشادر بعدين بننزل بيد إيه تدريجيا زي برضو نفس التكرار إن شاء الله هنعمل له الحلقة الجاية بإذن الله ودي الغريبة الثانية خلاص خلاص تهيه كل حاجة موجودة على طول على هم باشر حبينا نجيبها لكم بالطريقة السهلة إيه البسيطة اللي اقتصادية لازم يكون في مسافات بنفس الطريقة وبنفس التكرار أشكل بالكريز بالفول بالشوكولات أي حاجة تشكلات اللي أنتو تحبوها واللي أنتو عايزينها أم مسين سلام عليكم منصورة وأهل منصورة مرحب بيكم عليكم السلام الزكة فيه زكة ستاكو منصلك عوضة مقادرة البسكوت عينينا حاضر حاضر البسكوت هو المفروض كان يتعامل النهاردة عينينا حاضر يا مات عينينا هو الحلقة الجاية الساعة كان صراحة هنقول لحضراتك شكرا لاتصالك يا فن بشكرا لاتصالك أقول لك طريقة البسكوت عو طول حال البسكوت البسكوت أفضل حاجة ليه البسكوت يتعامل بالزبدة ماينفعش يتعامل بالسمنة العادي أو لو حضراتكم لسه ماستخدمتوش أو ما عملتوش البسكوت قبل كده ماينفعش يتغمروا وتعملوا بالسمنة عادي ويارد تجربوا في نص كيلو لو حبيته نضيف نجيب القلب الزبدة نقسمه التلاتة ناخد تلت لو أنا عمل نص كيلو بس أخد التلت الأولاني بعد ما قسمها يكون بدرجة حرارة الغرفة مع تلبيضات مع معلقة من النشادر أو نص معلقة من البيكن بودر حاجة من الاتنين ما اشتغلش بالاتنين خالص لو بسكوت القرطاص لو هعمله بالقرطاص ليه شغل ولو هعمله بالمكانة الشغل التاني بنزل بالزبدة والسكر بعد كده لحد ما احصل على قوام الكريمي بعد كده بنزل ببيضة بيضة من التلت بضغط على نص كيلو الدقيق بعد كده بنزل بمعلقة من النشادر ربع معلقة من النشادر بالزبط بعد كده بنزل بالدقيق تدريجية لحد ما باخد القوام الليين مش كون بمتماسك لو أنا هعمله في المكانة المكانة بتاعته بتضيف حوالي نص كيلو ومعلقتين من الدقيق لو مش عامله بالمكانة وهعمله بالقرطاس هنقامله إن شاء الله الحلقة الجاو قدام حضراتكم بكل تشكلاته ويد الغريبة التانية خلصناها تعالوا فضل قدد طب السبادري إحنا ورانا إحنا النهاردة النهاردة جايين لأحلى شاشة شاشة الصحة والجمال بنعرض لهم عرض كامل في قلب الصحة والجمال بنعمل التشكلات كاملة قدامكم وقدام حضراتكم بكل تشكلاتها بتاخد وقته عايزة لمة وإحنا ما عندناش لمة فيش نلمة تمت قول